برضو من ضمن الحاجات الغريبة اللي انت بتبقى متخيل ان انت بتشوفها في الاعلام ان يطلع اقولك احنا عندنا اخبار جيدة جدا ايه بقى يقولك مثلا النهاردة النظام السيسي وقع مذكر التفاهم مع شركة سيمينز الالمانية علشان هيعملوا خط قطار فائق السرعة حلو كده ده فين ده جماعة فائق السرعة مش سريحة فائق السرعة بكام ده ب23 مليار دولار الله طب ده ده فين ده هيركب فيه ده حضرتك على شرق مصر هيربط شرق مصر بالسحل الشمال ايوة يعني منين بيودي على فين يعني من العالمين للعين السخنة وممكن يفتح في 6 اكتوبر بورج العرب ممكن يوديك سكندرية في دقائق معدودة طب ده يعني تعانيش في الخبر ده ايه بقى شاب برضو يعني تبقى انت متخيل قمة الانجاز مصر بتوقع اتفاق لانشاء خط قطار فائق السرعة ب23 وركز مع الرقم شوي 23 مليار دولار ايه ده في بلد فقير قوي بنعمل قطر فائق السرعة عشان يربط العالمين بالعين السخنة ب23 مليار دولار اه يا سيدي ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء بيمتد خط السكة لحديد الكهرباء ده من العين السخنة على البحر الأحمر طب فين يا جماعة الكسافة السكانية اللي احنا بنعليجها انا مش فاهم من العين السخنة على البحر الأحمر لمدينة العالمين الجديدة في السحل الشمالي اه اصلي شوفت بقى عشان ده مرورا بالعاصمة الإدانية الجديدة اللي بيجري انشاءها شرق القاهر لازم برضو تبقى ايه الحركة بتخدم على بعضها وكان الرئيس بلحة قد بحث مع الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة سيمانز انشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي بإجمال أطوال تبلغ حوالي ألف كيلو وتبلغ تكلفة المنظومة وفقا لبيان الرئيسة 360 مليار جنيه ما انت ادرب بقى حول العملة 23 مليار دولار هيبقوا 360 360 مليار جنيه يانها ربي 360 مليار جنيه دول يعملوا كم مدرسة وكم مستشفى ويجيبوا كم جهاز تنفذ صناعي ويعملوا ايه في الأزمة بتاعة كورونا ويزبطوا ايه في العقارات المتهالكة اللي انت عملت تهدها يعني بالعقل كده 360 مليار 360 بيشمل القطار ده 15 محطة وبيربط ما بين شرق مصر والسحل الشمالي وبيبدأ من العين السخنة ويمر في طريقه على سحل البحر الأحمر والعالمين الجديدة وطبعا الإنجاز الفنكوشي العظيم بتاع السيسي العاصمة الإدرياء الجديدة لكن السؤال اللي بيطرح نفسه مش كان أولى تصلح السكة الحديد بتاعتنا المتهالكة اللي بيموت فيها ألاف المواطنين ولا العاصمة الإدرياء أولى من عاصمة الشعب ولا العاصمة الجديدة أحسن من العاصمة القديمة ويطرى العاصمة الجديدة دي مين اللي هيسكنها ومين اللي هيقعد فيها خلينا نشوف جانب من تعليقات المشاطاء والسياسيين على هذا الخبر خلي الناس هي اللي تعبر شوف الكاتب جمال سلطان بيقولك شركة سيمينز الألمانية بتنشئ خط قطار كهربائي سريع يربط منتجعات البحر الأحمر بمنتجعات السحل الشمالي عشان تبقى المنتجعات بتطل على بعض مرورا بالعاصمة الإدارية بتكلفة 20 مليار دولار 360 مليار جنيه والخط بيخدم 2% من الشعب يابا لاش وكان السيسي رفض إنفاق 10 مليار جنيه فقط لتطوير السكة الحديد اللي بتخدم 50 مليون مصري فاكر أنت الفيديو ده لما تلع قال لك يعني أنت عايز نطور منظومة الكهرباء في السكة الحديد ومايكن وعمل بعشرة مليار جنيه طب ما أنا لو حطتهم في البنك يجيبولي كام فاكر أنت فاكر حافظ المرازي بيقول المشكلة إن كل هذه المشروعات الضخمة اللي هتدفع ديونها أجيال قادمة بتقتصر بما فيها كل مراحل القطار على مدن السحل الشمالي أو بتقصر بما فيها كل مراحل القطار على مدن السحل الشمالي للمتوسط وشرقا للعين السخنة مرورا بالعاصمة الجديدة ثم شمال القاهرة لاحق أين كل مصر العليا وسكانها من الجيزة لأسوان كسافة سكانية المطلوب تنميتها قبل المنتجعات سؤال يطرح بلحا للسيد عبد الفتاح بلحا وانت اللي ما بتيجي تعمل مشاريع تقول لنا بأعمل مشاريع دي عشان أريحك وعشان أبناء بأعمل لك كبري عشان ترتاح عشان تلاقي ركنة أبناء بأعمل لك قطار فائق السورة عشان من العلمين تروح للعين السخنة في دقائق معدودة انت رجعتلي مش أنا صاحب البلد دي مش أنا من المفروض أقول لك رأيي المشروع دي تمشي حلو فيه ولا ما ينفعش ولا مش من حقي ولا الفلوس دي فلوس مين ولا 23 مليار دول اللي انت لو جبت بينهم 3 مليار بس يعني مش 3 مليار دولار 3 مليار جنيه انت بالمصري الـ 23 مليار دولار دول عاملين 360 مليار جنيه هاكلي من الـ 360 مليار 3 مليار بس وسديني الماديونية بتاعة الحديد والصلب في حلوان بدل ما تقفل المصنع وتشرد 7000 عامل مش هقول لك بقى ابني مستشفى ولا عمل مدرسة حافظ على المصنع اللي انت تلع فيه وزير قطاع الاعمال يقول لك ماديونيات شركة الحديد والصلب بتوصل 2.8 من 10 مليار جنيه يعني ما حصلوش 3 مليار جنيه مؤمن 2 مليار 800 مليون كانوا هيخلصوا لأزمة بتاعة الحديد والصلب اللي انت نفسك ساهمت بإهماله والقطاع العام عملت خرب فيه ايه شي سمنود ايه شي مش عارف سمات طلخة واشي الحديد والصلب في حلوان واشي مش عارف ايه القومية للاسمنت واشي كفر الدوار ايه للغزل واقفل واقفل واخرب ودمر وشرد واعمل وروح يعمل سبوبة للقوات المسلحة في مجمع اللي مش عارف ايه في السويس وبتعمل سمات ايه في العين السخنة والقطاع العام بيروح وطلع تعملي قطار فائق السرعة ايه ده اي عقل ومين في الدنيا يقول ان ادارة الدول بهذا الشكل ومين ادل حضرتك الحق اصلا ان انت نيابة عن الشعب بتعمل مشاريع بهذا الشكل وفي هذا المصار الدولة يا حضرات في كل حتة في العالم والله في كل حتة في العالم هي مجموعة ثلاث اشياء الدولة هي ثلاث حاجات شعب واقليم وحكومة وكل دول بتجمع بينهم حاجة واحدة اسمها السيادة يعني الحكومة دي دورها انها بتعمل عند هذا الشعب بتشتغل عند هذا الشعب لما تيجي تعمل مشروع تستأذنه تقول المشروع ده في مصلحتك ولا مش في مصلحتك ولو مش في مصلحتك معملوش ما فيش حاجة كده في الدنيا ما فيش احنا ما بنشتغلش عند السيسي احنا مش عبيد عند الحكومة ده الشعب فوق الحكومة والامة فوق الدولة ارجع لأي كتاب سياسة سواء في الديمقراطية الغربية ولا حتى في الإسلام منبع الديمقراطية والحرية شوف شوف الدول بتدار ازاي لان انت بهذا الشكل انت في خلف الخلف ما حصلتش حتى ان انت تبقى في حتى جمهورية الموس زي ما طلع موسوليني كده كان بيطلع وقولك الديمقراطية تؤخذ فقط اذا كانت المشكلة اين تضع نفورة القرية عارف انت المستبد يعمل لك كده يقولك انا اخد رأيك بس امتى لما بقى هعمل لك نفورة وما اناش عارف محتر رحطالك على اول البلد ولا في وسط البلد ولا في اخر البلد هنا نعمل ديمقراطية كده ونشوف الناس لكن لو هتاخد قرارات حقيقية مصرية بحق الناس المستبد ما يعرفش حاجة اسمعها كده للأسف